باسم الاب والابن الرخ القدس لله الواحد امين تحل لنعمته باركته على يوم النبد امين حللني ابي النهاردة معايزة على الجبل علشان قرينا سهر قدسين عاشوا هذه المعايزة اذا كان الانبى بشوي او الانبى كراس او الانبى مرقصة الانطني وسيلته بالحلوة دي جذبت لي مرهبان كتير يعيش معه من خيال الشخصية المريحة الاب الذي يحتوي اولاده ويطبع هذه الوصائف حياته في سلوكه والانسان المسيحي بقى مطالب بهذا كده احباب كل ما قاله البسيح معايزة على الجبل ده نسعى كلنا ان احنا نعيش ونتمتع بيه البابر فرودة كان مسافر رحلة رحلة رعوية لامريكا وبعدين المضيفة قالت له انا عايزة كلم معك شوية ممكن لا تحت امرك يا بنتي خلصي التسكي بتاعك ببعليها واجب على الطيارة وبعدين تعالي نعود نتكلم مع هذا شوية فقامت الواجب بتاعها مفروغ بتعمله وبعدين جات اعداد جنبه كلمت معي شوية سألته شوية حكيت له حكيت له على بعض مشاكل عندها دوبة كان مكلم يستشهد على سر الجهنوت وعمل روح قدس فيقول ايه بعد ما خلصت الان اقلت له اشكرك يا سيدنا انا ارتحت وهي دوبة اللي عايزة كلم معك فيه النهاردة الانسان الذي يعيش هذه الوصائل على المسيح في المعزة الجبل بانسان مريح لكل الناس يتعامل معا والانسان المسيح ليس لها شخصية وكذا مريح سمحوني يعني انا بس مع اعترافات ويسفع مشاكل بستعجب بستعجب ان هذا شخص مسيحي او انسان مسيحي يبدأ سلوكه مع مراته ومع ولاده ومع اخواته مع اي حد في الدم لماذا شنبعين عن الوصائي توبة شوف النظم مسيح قال كام توبة توبة للشخص الوديع توبة المسكين بالروح توبة البحث عن خطيته فقط في خطيته شخصيات خطيته غيره فالنهاردة انا عايز اقول لكم في ثلاث حالات يخلوك شخصية مريحة اول حاجة تكون شخصية مبتدعة شخصي مبتدع دائما الناس تحبه لن يتعالى لا يتكلم على نفسه ولا يمجد نفسه عشان كده كل ما يكون انسان مبتدع في سلوكك وتنصراتك مع الناس تبع شخصية مريحة جدا الناس تحبك البابا كرولوس كان قال ان فيه رهبان يقدموا في العالم فقالي يا اباء لو سمحتوا عن عايز الرهبان يرجعوا الدير تبع كل كنيسة لها اباء كهنا يقدموا كنيسة ويصلي في كنيسة في اسكندرية لا اب راهب يصلي العشان فقالوا يا ابونا انا مش قلت احنا نرجع الدير فقالوا حاضر يا سيدنا هرجع الدير بس هصلي العيد في الكنيسة دي وهرجع الدير ابونا ده كان تعب جدا في الكنيسة فقال عايز يفرح ويصلي العيد في الكنيسة فقالوا لا يا ابونا انا وقتلت ترجع ديري بترجع الدير قالوا حاضر يا سيدنا بس زعل مبدأ أساسي في الرهبان الطاعة البابا كانت يومها يصلي أداسي في اسكندرية فرح قال لي السواء بتاعوا اطلع بين على دير السوريان فقالوا يا سيدنا وانتو ستصلي في اسكندرية قالوا لا من عادتها بخش بطرق الدير جرس الدير يضرب رئيس الدير يطلع والرهبان يسلموا على سيدنا عشان دي زيارة جميلة ان البابا جاي يزورهم فطلعوا كل الرهبان ورئيس الدير يسلموا على سيدنا بس الرهب ده ما طلعش شكاً زعلان فسيدنا وطلع للسدير قالوا أبونا فلان فين قال نبع تجيبه سيد بص على الرهبان كده ما مش نبع تجيبه حالا لحبعت أب راهب قالوا انتهى أبونا فلان من قليته فأبونا راح للراهب ده قالوا أنا مش هروح أنا زعلان فطلع على الرهب راجع مكسوف فوط على السيدنا كده بصوت وطي بقوله أبونا مش عايزيك فالبابا كلوله سالف قالوا يا زعلان مني أنا أروح للحد الليتو يا يا سيدنا حدا الليتو ده لما تعتذر للأول أبا فكر أنا صلاح لما تجي للأول أبا فكر في الموضوع ده لما تقول أنها غلطانة إيه ده إيه ده إيه ده أحبائي بطرق بطرق يوح الحضرها فالله تقوله وحقك علي يا أبونا حقك علي يا أبونا إيه ده تضع ده كده الشخصية المتطع شخصية محبة جدا للناس جدا يجب أن نتمثل بإلهنا تعلموا مني لإني وديع ومتوضع تعلموا مني هذا الشخص المتطع شخص مريح شخصية مريحة تحبوا الناس أو أيضا الشخص المحب لو عنده محبة للناس سيقدم المحبة لكل الناس حتى لو كان في قليل طعب حتى لو كان في مشكلة أنتم معنا حضرين الناس كبير في السنة يعني حضرنا الأحداث دي لما كان الشيخ الشعروي يكلف في التلفزيون أكلمت كثير قوي علينا وعلى أمسان من عندنا بطريقة مش حلو لكن لما تعبوا أنجلترا يتعالج البابا شنونا وصوا كل الأباء في أنجلترا أنهم يذهبوا يسألوا عليه عندنا من شعبنا كثير شعبنا كنيسة دكترة في أنجلترا فوصوا عليه توصية جميلة جدا واهتموا بي جدا عشان كده راجل راجع مكسوف وهذه المحبة التي تقدمت له إضطر أن يوصل حد البابا في قيد الرئية ويشكره مين عنده محبة كده يا حبة أي حتى كان شخص مدايق قليلا 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 أقدم له محبة فالشخص المحب شخص مريح جدا للناس الحوالي آخر حاجة أقول لكم الشخص الخدوم على قدر استطعتك اخدم الناس اللي حواليك كل ما تخدم الناس اللي معاك وأساعدهم في هذا الأمر كل ما هم يبقين شخصيا بتحب الناس يتحبك جدا عشان أنت تفكر في نفسك بتفكر فيهم تقدم نفسك لهم فالناس يقول يا رب كما كان أما بشوي أما رسول أنتوني أباء حلوين استطاعوا أن هم يخلوا كل الكثير من أباء يحبوهم يقربوا منهم يعيش تحت رجليهم خلينا نحن كمان شخصيات مريحة لاي إنسان بتعامل معا خلال اتضاعي من خلال حبي خلال خدمتي لا أقدر أقدمها له على قد ما أقدر على قد ما أقدر شكرا يا ربنا قال كأس ماء بارد لا يضيع أجروا مبنى الأنبا والناس دائل الحبائي كنا عندنا ست قوة كده كان عندنا عجز في الأماكن من درس الأحد فقرنا نحن نهدهم ونطلحهم يبقى ستة تحت وستة فوق وافتقلنا أن درجوا الكنيسة حاجة ما ستجعلها تصريح عملنا كده فلقينا بعد كده حد من الاسم جاي وقال ممنوع تحملوا أي حاجة قيل لا تبدو موافقة من الحياة فكلمنا حد من أولادنا فقال لازم تروحها تقبل رئيس الحياة ساعدها تأسفنا له إننا عملنا حاجة ونقودش ونقصدها بعدين الراجل قال لنا كلمة جميلة قال أنا عارف الكنيسة والجامعة هروم ينفكروا أن يبقى عندهم ربح من أي حاجة بيعملوها دائما مجال خدمة للناس أنا عارف أن أنتم هذا الأمر بأجل خدمة شعبكم قال أنا تتا وسبعين أنا كنت في الجيش وقت صبت وتجرحت جرح صعب قوي وعسكري كان اللي معي كان إنسان مسيحي حلو بيختلفش عنكم أنا عدت أنزف والعسكري دوت شلني أكثر من سبعة كيلو وكل شوية قطع من هدومه ويربط فيها قولي يا ابني أنا مش قادر خلاص أمشي أنت يقول لي ليس سيسيبك فن فراجب يقول أنا لحد الوقت عشان هذا الشاب أنقذ حياتي كل عيد لكم أروح له في صنطة وأعيد عليه قلوك الصنطة طيب هي دي الخدمة اللي ربنا عايزة تعملوها يا أحبائي تخدم الناس اللي حواليك تفكر شف نفسك طبعا شخصية مريحة جدا ناس تحبك أو فالنرض المعايزة على الجابة اللي قالها المسيحة ده بيقول ده الإنسان المسيحي يعيش كده ويتصرف كده ويتكلم كده علشان كل ما يتعامل معه يجدك إنسانا فعلا حلو كويس تتعامل بطريقة جميلة مع الناس اللي حواليك لا تتعالى عليهم تحبهم تحترك ديوهم في الخدمة ربنا يعطينا حافظ عليكم ليلهنا كل ما تدكر من البد أمين أمين